خلينا أخد مكالمة من نهال أهلا وسهلا أخت نهال سلام ونعمة يا حضرت الأسيس نزار برحب بحضرتك وبكل مشاهدين قناة الحياة الغاليين على قلب الرب الحقيقة حضرتك شرحت بطريقة رائعة وقلت في كلامك أن يحنى كان بيحاول يظهر لهوت المسيح وده اتضح لنا أكتر من مرة في كتاب المقدس زي شهادة موسى شهادة الكتب المقدسة شهادة الشهود نفسهم أو حتى شهادة الأعمال اللي عملها الرب يسوع بنفسه اللي كانت بمثابة معجزات وآيات لكن في نفس الشهد اللي حضرتك قريته علينا النهاردة في يحنى 11 وعدد 21 و22 بالتحديد وهو رد يسوع على مرثة لما قالت له يا سيد لو كنت هاهنا لم يموت أخي لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيه الله إياه هقول الحتة دي تاني أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه وهنا أخواتنا المسلمين وأخواتنا من شهود يهوى بيعتمدوا على آيات كتيرة أن يسوع ما بيقدرش يعمل حاجة من نفسه لكن بيطلب من الله ولما بيفعل أي معجزة بيعملها بإذن من الله فعايز حضرتك توضح لنا والشق التاني من سؤالي هل يكفي أن أعترف أن يسوع كان لي مكانة خاصة جدا لدى الآب عشان كده أي حاجة كان بيطلبها منه وكان بيستجاب لي ولا لازم أعترف أنه هو الله الظاهر في الجسد خاصة أنه هذا يعتبر شرك بالله حسب الدين بتاعي فممكن حضرتك أنا عارفة أن حضرتك لمست حتى وأنا في الانتظار بس لو توضح لنا أكتر يبقى قتر خيرك والرب يبقى شكرا جزيلا على هذه المداخلة طبعا مثل ما ذكرت أنه إيمان مرتا كان إيمان عقائدي أصولي إيمان مرتا كان إيمان محدود نوعا ما لأنه مش محدود بمعنى يعني حددت أشياء معينة من قدرة المسيح يعني حضوره ومكان في المكان والزمان أنه المسيح كان يعني كان ممكن لما أرسلت قل كلمة كان ممكن تقول للمسيح قل كلمة وانت رح تشفي العازر في بيت عنيا أما بالنسبة للإصحاح إحنا بنعرف أنه كثير من أحبائنا المسلمين بيستخدموا بعض التعبيرات على أساس أنه يعني المسيح بيصلي لالله أو بيطلب من الآب وهاي طبعا بالنسبة لمرثى أنه قالت له أنا أعلم كل ما تطلبه من الله ولما صلى يسوع عند قبر العازر قال لأنك كل حين تسمع لي ولكن يتناسوا يعني دايما إذا بتلاحظ عدة مرات في كتير بالفيديوهات أنا تكلمت أنه عجبي يعني الغرض لما أنت بتقرأ آية ولكن بتقرأش الآيات اللي بعديها يعني لما بتقرأ كل الإصحاح لابد أن تصطدم بيسوع الإله وأيضا الإنسان الكامل لأنه بكى ولأنه اضطرب يعني نزعج والطرب بالروح فإحنا بننسى أنه المسيح هو الإنسان الكامل عنده مشاعر وأنه بيتعاطف مع جسم بشريتنا بيرثي لضعفاتنا وطبعا يعين المجربين كانت تجربة قاسية جدا ولكن حقيقة عندما صرخ وقال لعازر هلما خارجا لحظة بكل إقامة الأموات وبكل معجزات المسيح كان يتكلم بسلطان يا صبي قومي لابن أرملة نئيم أيها الشاب لك أقول قوم وهنا لعازر هلما خارجا وقام الميت من يستطيع أن يتكلم فيقيم والحقيقة أختي لما بتقرأ أي إنسان إذا كان بيبحث فعلا لكن في ناس يعني عم بيطلع على الكتاب بيضور على مخرج أنه حتى يدين الكتاب ليه؟ لأنه ما عندهش حجة لكتابه فأفضل وسيلة أنك تهاجم الشخص الآخر بالهجوم أنت تدافع عن كتابك وهذا يعتبر فساد أخلاقي مش يعني بيبحث عن الحق ولا إنه عاوز يعرف وأن يكون منصف في الموضوع شوف اليوم علم الأركيولوجي اليوم تروح على بيت عنيا بتشوف المكان وبتشوف يعني كل البلد وبكله بتأكد على صحة الأقوال وعلى صحة الكتاب المقدس إنجيل يحنى بيتكلم عن لهوت الإبن عن لهوت الرب يسوع المسيح ولكن كابن الإنسان كان متواضعا يعني أخلى نفسه آخذا صورة تعبد حتى إيش؟ يوصل للصليب ويقدم فداء كامل للناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر